بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد في النشاط العلمي قبل الدخول في الدرس الجديد وجب التذكير بما رأيناه سابقا في الحصة السابقة تحدثنا عن أو تعرفنا على الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة وقلنا بأن الحيوانات العاشبة هي التي مصدر غذائها نباتي والحيوانات اللاحمة هي التي مصدر غذائها حيواني بمعنى آخر الحيوانات التي تتغذى على العشب أو على النبات فقط فهي حيوانات عاشبة والحيوانات التي تتغذى على اللحم فقط فهي حيوانات لاحمة وكذلك هناك حيوانات أخرى تتغذى على العشب واللحم وهذا النوع من الحيوانات نظامها الغذائي يسمى نظام غذائي قارت جيد الآن نبدأ على بركة الله موضوع درسنا الجديد لهذا اليوم هو كيف تتعرف الحيوانات غذائها كيف تتعرف الحيوانات غذائها الهدف من هذا الدرس هو أن تكتشف معي عزيز المتعلم بعض الحواس التي يستعملها الحيوان لتعرف غذائه جيد انظروا الآن إلى الصورة الأولى شاهدوا الصورة الأولى ماذا تشاهدون في هذه الصورة نعم أحسنتم نشاهد دجاجا يبحث عن غذائه ما هي الحواس التي يستعملها في نظركم لكي يعثر على غذائه نعم أحسنتم ربما يستعمل حاسة البصر نعم حاسة البصر جيد ننظر الآن إلى هذه الصورة إلى الصورة الثانية ماذا تشاهدون في هذه الصورة نعم نشاهد حيوانا مفترسا يطارد غزالا صغيرا جيد إذن في نظركم ما هي الحواس التي يستعملها النمر لكي يتعرف على فريسته أو على غذائه ما هي الحواس التي يستعملها هذا النمر نعم أحسنتم يمكن أن يستعمل حاسة الشم التي توجد في الأنف نعم وكذلك يمكن أن يستعمل حاسة البصر نعم يرى فريسته ثم يبدأ في مطاردتها جيد الآن انظروا إلى هذا الحيوان الآخر قدم له أحد أصدقائنا قدم له طعاما هل قام بأكله مباشرة لا لاحظوا هذا الحيوان لم يأكل هذا الطعام بل بدأ يقوم باكتشاف هذا الطعام يقوم باكتشافه أولا ويتعرف عليه باستعمال بعض حواسه قبل أن يبدأ في أكله جيد أحسنتم إذن أعزائي من خلال ملاحظاتكم لهذه الصور ما هي الأسئلة التي يمكن طرحها حول هذا الدرس نعم فكروا في بعض الأسئلة جيد يمكن أن نقول نعم كيف تتعرف الحيوانات غذاءها نعم هذا سؤال سؤال آخر نعم يمكن أن نسأل ونقول بماذا تتعرف الحيوانات غذاءها جيد هذا أيضا تساؤل على أين سنختار هذا التساؤل الأخير ثم نقوم بكتابته في المكان المخصص لكتابة التساؤل إذن أعزائي عزيزاتي ما هي اقتراحاتكم كإجابة على هذا التساؤل بماذا تتعرف الحيوانات غذاءها نعم أحسنتم يمكن أن نقول تستعمل الحيوانات تستعمل حواسها لتتعرف غذاءها جيد أحسنتم تستعمل الحيوانات حواسها الآن أعزائي التلاميذ أحضرت لكم هذه الوثيقة تتضمن في الجانب الأيمن صور مجموعة من الحيوانات ثلاثة حيوانات تستعمل حواسها لإكتشاف مكان وجود غذائها وفي جانب الأيصر لدينا بطاقات الآن سنحاول أن نشاهد الصورة ونربط كل حيوان بالبطاقة المناسبة لاحظوا معي البطاقة الأولى ينصت ليحدد مكان وجود غذائه ينصت ليحدد مكان وجود غذائه ينصت يعني يستعمل حاسة السمع إذن ما هو الحيوان من بين الحيوانات الثلاثة الذي يستعمل حاسة السمع لكي يحدد مكان وجود غذائه هل هو الحيوان رقم واحد أو الحيوان رقم اثنان أو الحيوان رقم ثلاثة نعم أحسنتم إنه الحيوان رقم اثنان الحيوان رقم اثنان ولاحظوا شكل أذنه مكيفتان لسماع الأصوات التي تأتي من أماكن بعيدة فهذا الحيوان يوظف حاسة السمع كثيرا ليكتشف مكان وجود غذائه ننتقل الآن إلى البطاقة باء يشم ليعرف من أين تأتي رائحة غذائه يشم ليعرف من أين تأتي رائحة غذائه نهم إنه الحيوان رقم واحد أحسنتم الحيوان رقم واحد هذا الدب لاحظوا يرفع رأسه ويشم لكي يتعرف اتجاه أو المكان الذي تأتي منه رائحة غذائه إذن فالدب له أنف مكيف للتعرف على أماكن تواجد غذائه أما البطاقة الأخيرة يرى غذائه ليتجه نحوه نعم إنه هذا الحيوان الحيوان ثلاثة يشاهد غذائه ثم يتجه نحوه ويمكنه أيضا أن يستعمل حاسة الشم وحاسة السمع فحواسه مكيفة لصيد فرائسه إذن أعزائي نستنتج من خلال هذه الوثيقة أن كل حيوان له حواس مكيفة تساعده على العثور على فريسته ونقول تستعمل الحيوانات عدة حواس لتتعرف غذائها تستعمل الحيوانات عدة حواس لتتعرف غذائها الآن سنقوم بإكمال كتابة هذا الملخص تابعوا معي تتعرف الحيوانات فراغ باستعمال فراغ إذن الحيوانات تتعرف ماذا؟ تتعرف غذاء أها أحسنتم غذاء أها باستعمال ماذا؟ باستعمال حواسها أحسنتم نعيد هذا الاستنتاج ونتذكره جيدا تتعرف الحيوانات غذائها باستعمال حواسها نعيد مرة أخرى تتعرف الحيوانات غذائها باستعمال حواسها أحسنتم أعزائي شاهدوا معي هذه الصورة جيدا انظروا إلى هذا الطائر هل تعرفتم عليه؟ نعم أحسنتم إنه البومة هذه بومة هل تعلمون بأن البومة ضعيفة الشم والبصر؟ بصرها ضعيف وشمها ضعيف إذن في نظركم ما هي الحاسة التي تستعملها لكي تصطاد ليلا؟ نعم أحسنتم لأن لديها حاسة شم ضعيفة وحاسة بصر ضعيفة إذن فهي في الليل ستستعمل أو ستعتمد على حاسة السمع أحسنتم حاسة السمع جيد أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة السريعة على أين المرجو تذكر هذا الملخص جيدا تتعرف الحيوانات غذاءها غذاءها باستعمال حواسها هذا ما يهمنا في هذا الدرس إذن الحيوانات تكتشف وتتعرف غذاءها باستعمال حواسها بارك الله فيكم وشكرا لكم على حسن الانتباه ترجمة نانسي قنقر